اشتركوا في القناة 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 تفصيلاً فهذا من الحقوق المهم أن لا يطول كثيراً لتزكية الحكومة حتى نتفرق للمعمل هذه إذن مهمة المجدسي سؤالنا ذا أخذ في ذلك يعني مجوبة نفسي يا حمدي في سورة ميداء عدم الاتفاق على بعض الأسماء وعلى بعض الاحترازات هل يقع الأخذ بعيداً الاعتبارات للاحترازات هذه لا من ناحية القانون هو الموافقة للتشكيل الحكومية مش وزيراً وزيراً التصويت سوف يتم على التشكيل الحكومية بإغلادية أكد فقط واضح حسب بعض الوثائق وبعض الثلسل بيت غيرها رسمية لتدولتها يعني مواقع الاجتماعية وبعض الوثائق لأنكم أولاً مع هذا الاقتراح وإلا لي وربما لأن الحكومة ستعطي المثل في هذا الإجراء إذا كان يعني تم إقراره رسمياً أولاً شيء لم يتأكد شيء ولم يقمر شيء في هذا المجهة نسمع فيها في الراديو وفي الشارع وعلى شب تطعمنا حتى شيء هذه ربما خطوة تخذتها لكم السابقة سوف ننظر وسوف ندرسها وسوف نتشاور ونتشاور مع شعبنا ونتشاور مع المنظمات المانية ولن يفرغ شيء على شعبنا أكد من ذلك نحن نحتاج إلى مصات تميل صحيح وحاجياتنا كبيرة وانتظارات شعبنا كبيرة للتشغيل للتجهيز للبنية التحتية سوف نعتمد على مصاترنا ذاتية ولكن لن يكون ذلك على حساب وكما كان وانتظارات شعبنا اللي اقتطع من شهرية الناس فردا وكرها نحن نرفض كرها شيء على شعبنا ومش نبدأوا بأنفسنا إذا كانوا هناك ومش نعطوهم المثال أكثر من ذلك ليس أربع أيام ربما أكثر إن شاء الله ولكن في هذا الإطار نحب نوضح رسميا أنه حد شيء الآن ما هو أكد ولم يتخذ في هذا قرار من الحكومة التي سوف تأتي سوف ندرسها ونتشور فيها وسوف نراعي إمكانيات شعبنا فعليش برك الموظف يضحي وعليش القليل هو لضحي إذا كانت ضحية نتقسمها ونتقسمها حتى بالنسبية لأنه عنده أكثر دخل والغنين هو لضحي أكثر إذا كنا فعلا نحبه خير بلادنا وأولهم إن شاء الله رئيس جمهورية وأكيد رئيس الحكومة والوزراء نبقى سيدي رئيس الوزراء مع تشكيلة الحكومة الجديدة وحسب التسريبات غير الرسمية لأحضر الأهمية يعني يقول البعض وكما أقول دائما حسب هذه التسريبات أنه التشكيلة من الحكومة الجديدة أصبحت شأنا عائلية بما أنه المرشح للوزارة الخارجية هو صهر الشيخ راشد الغدوشي والمرشح لمحافظة الملك المركزي هو من أعقل لكم يعني هيا حسب بعض التسريبات شو أولادكم على تليمه خلنا بدأ بالمايك المركزي سعى لأنه هذه خارجة والخالي لم أتكلم معه في هذا الموضع ولن أسمح لنفسي أن أتكلمه في هذا الموضوع ولن أرشعه ولن يكون محافظة رغم إمكانياته وقدراته لأنه أنا شخصي اتخذت موقف مبدئي لن يعمل معي ولن يتكلف أو يكلف أي شخص من عيلتي وهذا ربما ظلم له إلى أي منصب حكومي مهما بقيت قد مقالب الشوقات في الحكومة هذه في مخصة سهر ريس هذا ظلم أنا أعطينا ظلم أحنا أخذنا قرار القرارة لا تقرب ولا تبع المعيار عندنا الكفاءة وتأكدوا أن الشيخ راشد كاره لهذا الأمر أحنا لطلبنا مسير رفيق مسير رفيق مش لأنه صهر سيراشد الشيخ راشد لا لأنه أكفأ ما وجدناه واعتبرنا هذا الأمر ولا يمكن أحنا لأنه فم صورة في مخير فم صورة التونسي صحيح مؤلمة أنه كان هذا الرجل يسمي أقرب بل مش ينصبهم يفرضهم مع الناس أحنا درسنا هذا الموضوع ورينا أنه من صالح بلادنا من صالح بلادنا من صالح بلادنا أن لا نفوت في هذا الفرصة ونظلم هذا الرجل لأنه صار ولم يتدخل سيراشد في هذا القرار وهو نحن أنا أبرأ بل بالعكس ونزه الشيخ راشد ولو أراد الشيخ راشد شيء لا ترشح الرئيس الجمهور ونأخذ هذا المنصب وأنتم تعكد ذلك وهو قال لن أترشح لا اليوم ولا غدوة ولا رغب في هذا المنصب ولا بهذه الدنيا وبالتالي كيف يكون إذا كان هو بيدي أول رئيس الحركة الحاكمة أو الإجادة الأرنبيات كان الأول أن يترشح على الجمهور ويدخل ما شاء ولهذا سيرافيغ اختير لكفاءته ونزهته ونضالياته هذا أحلى بنسبة لنا لنا معايير حطينا سبع معايير مقيس الكفاءة هذا مهم جدا أنه أيضا نزاهة نظافة اليد الولاية لبلاده وبعد ذلك التوازن جاءه وبعد ذلك ورعينا هذا الجانب الناس بالصهر ورعينا أنه هذا لا يمكن أن يكون عالق أنا شخصيا فقط افتزلت بهذا الموقف الشخصي لأنه كثيرا كلها معنا بنتي وعنا درشوه فسكرت الباب كلها هذا هي تأكيد السيد رفيق بن عمد السليم هو المرشح لوزارة الخارجية كنت استنتجت وبعد ذلك نعم على ذكر السكوب ووزارة الداخلية ووزارة العدل كيف يعني أنها من حق النهضة ما تقول لي نعم ما نعطيك هذا فقط سيري على عميد ووزارة الداخلية والعادل سينوردين ووزارة الداخلية بعد ذلك ما تسميش سوف ندخليني نقدم القائرة للسيد الرئيس بالحقق في طبيعة الحال ونشكرك على التفاق الصحيارية البعض يتسائل هل هناك من دين الوزراء لي بش تقترحهم بعض ربما التكنقرات والمستقليين صار نرع ببقينك شبك على الكفاءة وإلا لا السيحة ماتية أغلب الوزراء تكنقرات وذلك ما نجل من عجب هل ببقينك شبك على الأقل سميلي الوزارات التجهيز التكنولوجيا البيئة التجارة الصناعة الصحة كل هذه الوزارات هي وزارات تكنقراتية بالمعنى أنه على رأسها إنسان مختص في هذا الجانب حتى ولو كان ظهر لك مثلاً رجل سياسي خلنا أعطيك مثال في هذا خلنا أعطيك مثال في هذا خلنا أعطيك اسم أخرى الدكتور عبدالطيف المكة هو الطبيب صحيح؟ ما مش مختص ولم يبلغ الدرجة العلمية ولكن بالنسبة للوزارة الوزير مش إن أعياغ الوحيد الدرجة العلمية لا هو بالضرورة الوزارة هي منصب سياسي ما اجتمع السياسي مع التكنقراتي هذا أجمل مثلاً وهكا علاجة شورسي عبدالطيف المكة وهو رجل علم وهو رجل أيضاً سياسي وهذا هو الموقع الصحيح للنزار هو الوزير ويرسم السياسات ويفتح الأفاق التكنقراتيين بعد ذلك يجي المديرين العامين أو رئيس الديوان وغيره وما تبقى من الجهاز هو الذي سوف يعينه على المصطفى التكنقراتي لكن الوزير دائماً يرسم السياسات ويتابع ويراء ماذا يحدث في مزارته من تغييرات كبرى يعني ما يسمى بالفرنسية المكرو مش مش تخذ التفاصيل بوك لكن لابد أن يفهم في هذا القبار أنا باش نزيد ندلل عليك شوية سيدة رئيس الوزير فيما يخص وزارتي التلبية والتعليم العالي لأثار البعض منها يعني جدل وقالوا خاصة المعارضة قالت ماذا بينا النهضة نضحك شي ديه على السوز وزارة الرياء سمعنا بحسب التاسري باتك دي ما أقول غير الرسمية إن وزارة التعليم العالي باش تكون لنهضة سيح هذا ولا طبيعي جداً احنا المفروب أنه أن يكون وزير في هذا الشأن من الاختصاص أيضاً هو أعلى ما تم الاختصاص هذا الوزير مستير 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 هذا الشأن كبير مصير بلادنا مصير بلادنا مصير أجيالنا لن تدهله بحوار وطني وليس يكون التغيير هذه السنة على أي من البرامج إلا إصلاح هذه المزارة ودفح إلى الأمام وأن تأخذ الأمور مجراها باتفاق مع مع السادة مع النقضات ولن نتعصف على عدد تحييتنا لك سيد حمد الجبالي رئيس الوزراء الجديد سيد حمد الجبالي اكتشفنا في ضيفنا اليوم جد حنين باشر من خلال تعامله مع حفيته الذي قابلتنا في وسط الباب كيف قلبه كبير مع بناته وأيضاً إنسان فرح بنا دخلنا لداره وكما قلت الحقيقة هدية سابقة في الأعلم الوطني اللي شخصياً لكل شرف مش أجريت الحوار والمقابلة هدية إن شاء الله مستمعين نجحنا في توصيل أصواتكم في توصيل مشاغلكم لرئيس الحكومة الجديد وإن شاء الله في الليقاءات إذا هي قادمة بإذن الله شكراً لكم على الاستماع على المشاهدة كلمة الختام سي حماري لكل الناس يسمعونها مقبلة شكراً أنا أحب نحيي شعبي أحب نحيي الناس الوسطى رب العائدة البطار وذيسمع فيها أمسط الناس وقولونهم إن شاء الله أنا سوف أكون معكم بسيطاً منكم وإليكم إن شاء الله فلا ترون في هذا المنصد عائق ولا حاجز يوصلكم إلى هذا المسؤول مهما على فإحنا أجمل ما لقب سمعته نحن في ذلك الشعب وصلاً شكراً شكراً لكم مستمعين شكراً 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 شكراً